مرحباً إحنا فريق أنا أسمعك لمساعدتي الصم واحد من كل عشر أشخاص على مستوى العالم ما يقارب 466 مليون شخص أصم منهم 7.5 مليون موجودين هنا في مصر إيه اللي خلانا نبحث عنهم؟ بسبب عدم توفر التعليم العالي ليهم واحتاجهم دايماً لمترجم سواء في البنوك أو المحاكم أو المستشفيات ومن هنا بدأنا بحثنا نعرف أكتر هل في تطبيقات اتعاملت ليهم علشان تساعدهم؟ كان فيه فعلاً أغلبها كان إنجليزي وكان فيه منها العرب ولكن لهجات كانت مختلفة وده اللي يخلينا نتعترق أن رغض الإشارة بتختلف من دولة لدولة ومن لهجة لهجة بالإضافة أن التطبيقات الموجودة حالياً هي بتوفر الترجمة من كلام للغة إشارة وده مش بيفيد الصم بحاجة ومن هنا بدأنا نحاول نبحث وندور عن أفضل طريق أن ساعد بها الصم وهي أننا نحاول لغة الإشارة لكلام بعد تجارب كتيرة جداً وصلنا لأفضل حل حتى الآن ومازلنا مستمرين في البحث عن الأفضل اللي شغالين عليه حالياً موديل قائم على الميديا بايم واللي بيشتغل عن طريق أنه بيعمل كروب الإيد ويحدد عليها 21 لان موعد عشان يحدد مكان الإيد بالزبط وبعدها بتيجي عاملتي الترينيج القائمة على موديل LSTM بأنه بيكستراكت الكي بوينتس ويعمل عليها ترينيج وبكده الموديل مش بيتأثر بأي تغيير في الإضاءة أو الـ background لأنه مش معتمد على صور في عملية الترينيج وديميزة كويسة جداً عن التجارب اللي جربناها قبل كده بالموديلز مختلفة وبعد كده بيعطينا prediction بaccuracy أفضل بكتير من التجارب السابقة في الأخير كنا محتاجين نتأكد من التصميم بتاعنا سهل ومناسب فعلاً له ونطلع برقم إحصائي نعتمد عليه في الـ documentation بعد ما كتبنا كده usability statistics بس أياً يكن الـ user experience best practice بتقول إن الـ application سكرينة واحدة والـ user بتوعنا من كلام الـ expert إنهم عارفين الإيقونات دي كويسة فده كان كافي إننا نعتمد التصميم ونكمل في الـ implementation